بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهلنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون فلنبلوا أن نقوم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمراء وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه رادعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراف المستقيم صراف الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الغالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا قل لن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا نوضر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجاته وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذؤولا محذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياك وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفر ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناعا ذل من الرحمة وقروا برحمهما كما ربياني صغيرا حبكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين وفورا وآد ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذل تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتظاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغنولة إلى حنوقك ولا تبصفها ولا تبصفها كل البسط فتقعد منوما محسورا إن ربك يبسط اللزق لمن يشاء ويقدد إنه كان بعباده خبيرا بصيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراف المستقين سراط المدين أنعنت عليه وإن المغضوب عليه ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم من جاء أبا حسنك فله خير منها وهم يا فزعي يوم إليها مني ومن جاء السيد في فقرب وجوه وهو في النار فالتجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعترف فهذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء فأمرت أن أكون من المسلمين والأسلمين والأسلم والقرآن فمن اهددى فإنما يهدد من نفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المؤمنين وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها فتعرفونها وما رفض بها وقل عن ما تعلمون صدق الله العظيم